يسأل السائل يقول لماذا غالبا أمور المتدينين وأهل الحق متأثرة وبالعكس أهل المعاصي أو غير المؤمنين أمورهم ميأثرة لماذا؟ الجواب على ذلك أن هذه المقولة بكليتها غير صحيحة هناك رجال المؤمنون وأمورهم مرتبة ثانيا أن المتدينين لا يقيسون الأمور بمقاييس مادية يعني أنت تقول لماذا المؤمن وضعه المادي ليس مثل الكافر فلان كافر مليونير وهذا المؤمن متوسط الحال أقول وهل مطلوب أن يكون الإنسان مليونيرا حتى يعتبر وضعه ميأثرة الدنيا ليست هي الميزان الدنيا ليست هي المقياس ومن ثم فإنه لا بد أن نفسر التعثر والتيسر ما هو التعثر؟ ما هو التعثر؟ أمور المؤمنين بشكل عام أمور جيدة على المستوى المطلوب يعني لا يمكن الجمع بين الحد الأعلى من الدنيا والحد الأعلى من الآخر لكن المؤمن يشاركه غير المؤمن في ما يرتفط بأموره الأولية وحاجاته الأساسية كما يقول الإمام علي عن المتقين شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم المؤمن يأكل الكافر يأكل بالنتيجة مهما كان يملك الإنسان من أموال فهو لا يأكل إلا بمقدار معدته ولا ينام إلا على فراش نصف متر في متر ونصف مترين مو أكثر فكل ما يحتاج إليه الإنسان موجود عند المؤمنين فلا يمكن أن نقول أن المؤمنين غالبا أمورهم متعسرة وأن غيرهم أمورهم متيسرة الأمر الآخر المؤمن إذا أصبح مليونيرا لا يحتكر هذه الأموال منفقها في سبيل الله كما فعلت خديجي سلام الله عليه أنفقت كل ما كانت تملك على فقراء مكة ومساكينها فالمؤمن لا يبحث عن تجميع الأموال وكما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا بعثنا لنفرق المال لا لنجمعه فالمؤمن لا يريد تجميع المال وإحتكار المال حتى يوضع أبو الله المثل أنه هذا مليونير الأول أو الملياردير الأول المؤمن يبحث عن رضا الله عز وجل ولا تهمه أمور الدنيا إلا بالمقدار المطلوب من الحاجة التي يدير فيها أموره اليومية وهذه المؤمنون عندهم لا مشكلة لديهم ترجمة نانسي قنقر